ولذلك الواحد فينا الصادق مع الله والصادق مع نفسه أول ما يسمع عن شخصية عامة لم شوفنا ممثل ممثلة كذا عالم دين فيلسوف مفكر سياسي سياسي أنا وجدتني حتى في آخر سنوات حياتي أصبحت أكثر واقعية وأكثر رحمة وأكثر اعتدالا في حكمي على كل الأشخاص حتى على ذوي السلطان وأدركت أنني لو عملتهم ضمن شروطهم وضمن ظروفهم ولو تخيلت نفسي مكانهم بصراحة على الأرجح كنت سأكون أسوأ منهم هذا الذي أظنه في نفسي كنت سأكون ربما أسوأ منهم لكن هذا التعامل الاستكمالي أسبب الناس أسبب الساسة أسبب العلماء أسبب العالم بما فيه لأنهم ليس كاملين وليس على المسطرة تبعته هذه علامة مخيفة في الشخص نفسي ليس في الواقع في الشخص نفسه ليس في الواقع واضح؟ ها فكما أخدت لكم هو يعاني من هذا العمى في رؤية ماذا؟ التطيف البشري نحن الناس المتوضعين الطيبين الذين نغلط ونصيب ونحسن ونسيع عندما نرى خطأ في غيرنا مباشرة تنكسل قلوبنا ونرجو له الرحمة لكن لا نصدم ولا نستغل نقول نحن نعرض أن نفعل هذا أنا فعل هذا قبل عشر سنين قبل عشرين سنين وهو شاب صغير فعله عادي يصير أي شيء مشكلة يعني ما عندك أخطأ أنت؟ عندك وأنا عندي أخطأ كله عادي عادي أبداً ونرجو له الخير وين بنحاول أن نقير عثرته ونفعل إن شاء الله تعالى دون أن نشمت دون أن نفضح دون أن نترب ولا بنعمل أساتذة عليهم أبداً بالعكس في طائفة من الصوفيين طائفة جميلة اسمها الملامتية الملام من اللوم اختصار طريقة هذه الطائفة أنك حين ترى عاصياً اصطنع مثل معصيته لألا تبجه علي شيء ما تشوف حالك أحسن من اللوم وإنت بالإحتمال دائماً زيه اليوم وغرط بكر أنت بتغلط صح؟ قال لك إذا رأيت من يتطوح سكراً فتمايل معه لألا ترى نفسك علي أعمل حالك أنك سكران ستقول لي هذا دين لا تقول لك هذا دين وعمل هذا بالضبط بس بقول لك إيه خذ الرحيق خذ الدرس تواضع وكن صادقاً على فكرة الصدق هو النج الكذب ليس نجاً والله لو حمل جائل نوبل في علم النفس والتحين نفسي والله ما هو نج الكذاب المتعمل المفتعل الممثل وعلى فكرة الإنسان أكبر ممثل ويلعب كل الأدوار ممثل حقيقي يلعب كل أدوار يلعب دور المرش ودور الحيوان ودور الشيطان وما بين ذلك ما شاء الله عاد على المقياس هذا أي شديد يلعب كل هذا أدوار بجدارة فكما قلت لكم هو فعل أنا أفعل أنا فعلت ويمكن أن أفعل ولذلك سبحان الله أنا أعرف شخصاً ما شمت بأحد إلا أصيب بمثل الذي شمت به والله العظيم شيء لا يكاد يصدق وأنا يعني ظننت أن هذه إشارة خير وعلمة خير بهذا الشخص الله يلبيه الخير لا يشمت في أي شيء أو يظهر قدراً من الشماتة سريعاً في أيام يصاب بنفس الشيء لا إله لله صدق رسول الله لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك منها طبعاً نحوية لازم يبتليك ناس قلوا يبتليك عشان السجعة لكن هي نحوياً يبتليك شيء غريب وربنا يعلمنا من هذا كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا ما أنتم كنتم مثلهم والله قال ما أحد أحسن من أحد كل ذلك الإنسان أخطأت يا سيدي وقل له أنا كمان خطأ زي عملت كذا كذا قل له أنا كمان زي كنا زي نحن نفس الشيء الله يغفر لنا يلا نذهل بعضنا ادعيي لي يا أخي ونذعي لك حتى لو كنت تشيطي المشاكل ما أنت خطأ كمان خليه دعي لك هذا الإنسان هذا قد يكون منكسراً أحسن منك لله عز وجل فالله يقبل إذا عوته فيك طرم الصحية يمكن الله يسعدك بهذا العاصي الذي ارتكب جريمة كبرى وجاءك منكسراً وطلبت منه الدعاء بصدق يمكن تسعد بدعوة هذا العاصي ليس بكل أعمالك خمسين سنة عبادة وحج وعمره وجهاده وعلو وتأليف ما رأيك الله يعلمنا بس يعلمنا التواضي هذا كذا شاهدوا هذا عظمة الدين على فكرة يقول يا الله ما أحنا الدين يا ماء وحيل الدين حين يفهم بهذه المعايير ومن هذه الزوايا غير الدين الآخر الذي كره الناس في كل شيء اسمه دين دين القسوة والعنف والتوح وما هو الحكم على الناس والمسارع على فكرة الحكم على الناس خطيئة الحكم على الناس ما سببوه لماذا تسالع أنك تحكم على الناس هذا الأسود هذا الأبيض وهذا في الجن وهذا في النار لأنك أعمى شعورياً لأنك لا ترى الطيف ترى اللونين فقط ترى اللونين في علم التحيين النفسي ما الذي يسبب انشطار شخصية الطفل أو قدتوا لكتب الموسعة في التحيين النفسي الذي يسبب انشطار شخصية الطفل عجزه العقلي والعاطفي أن يرى ماذا؟ أن يرى التعدد الكبير هذا الطفل الذي يحب أن يرى الأشياء بطريقة رياضية كويس أو ليس كويس كويس أو ليس كويس طيب أو خبيث أسود أو أبيض أسلحة ليس أطفال لا كبرنا ونحن نسا أكثر أي طفوليا بهذا اللحظ من الأطفال ولذلك نسارع بإصدار الحكام عن الناس مباشرة كيف أنت ممكن تختزل حياة إنسان مسار إنسان الحمد لله أنكم لستم آلها يا بشر صح ولا إنسان ربما له خمسون سنة في العبادة والذكر والصلاح والصدق وعمل خير والإشادة بالخير ومشاء الله عليه ثم كاع المسكين وقع عثر من الذي يعثر؟ المشر هو عثر المسكين مباشرة تختزل كل حياته في ماذا؟ في العثرة هذه وتعطيه ملصق يا الله لصق عليه المنافق انكشف يعني هو خمسون سنة منافق من أي لك هذا؟ ربما خمسون سنة من أصدق الصادقين وعثر يا رجل وربما يكون عثر لأنه ارتكب مثل ما ارتكبت أنت شمت في أحد العاثرين الله قال له بالداء أو يعثيره كاء أعثره القدر عشان يعلمه يتواضع ويتأدب معيش مع ضعف الخلق يتواضع ويتأدب مش بس مع الله مع ضعف الخلق ارحم ضعف الناس ما أجمل كلمة العارفين بالله أعرف الناس بالحق لا إيه إلا هو أرحمهم بالخلق على قدر معرفتك بالله تكون رحيما بالخلق حتى بمن يرتكب الكبائل والفوائش والمشاكل سبحان الله وتدعو لهم دائما بخير